الزيارة بالنسبة لنا يعني لأنه إحنا بين السطور فلازم كلنا نبقى واخدين بالنا كويس قوي أنه المشهد بيتغير بسرعة قوي ومصر بتقول ثورة دينية فبنلاقي بعض الأصوات من هنا ومن هناك مصر بتقول أن في خوارج ممثلين في جماعة الإخوان في السلفيين في كل الأسماء الأصولية اللي بيسموا نفسهم بيها وفجأة الطريق بيتمهد إحنا قدام تغير حقيقي قدام استعادة حقيقية للأرض ولأن الأصل في المسألة كان الدين كل الدين فكان لازم العين اليمين دي اللي قدرت تشوف هذا الحضور في المشيخة بشكل إنساني وحميمي وأبوي كان لازم العين التانية تكون منتبهة جدا لأن الزيارة الأهم الأهم فيما بين السطور هي زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد للكاتدرائية المرقصية رأس الكنيسة المصرية في العباسية الزيارة دي مش لازم تعدي كده ولا نقدر نشوفها بهذه الطريقة خاصة لما نقرأ التصريحات بعد الزيارة المهمة دي جدا 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 إن هناك دعوة وجهها ولي العهد لقداصة البابا توادرس لزيارة المملكة إنتوا عارفين إحنا بنتكلم على إيه أنا أعتقد إنه كتير من حضراتكو يقدروا يعني يلمسوا ما بين السطور اللي أنا ما أقدرش أصرح به بشكل مباشر إحنا بنشوف رأس العالم الإسلامي ممثلا في ولي العهد الشاب الآن في يعني الكاتدرائية المرقصية رأس الكنيسة الشرقية والكنيسة المصرية إنتوا عارفين عن أي صدى نتحدث عن أي تصحيح وصورة دينية نتكلم كيف يمكن أن نتعامل مع هذا المشهد بمجرد أنه زيارة بروتوكولية أو 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 هل مقبول أن نحن نتعامل مع المشهد ده بعيدا عن سياق الدولة السعودية الجديدة التي قاب قوسين أو أدنى من أن يتلمسها ويسير بها هذه الدماء الشابة ممثلة في الأجيال الجديدة في ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إحنا رايحين لدولة سعودية جديدة بتجدد دماغها بإجراءات جريئة جدا هل ممكن نفصل ده عن سماح المملكة العربية السعودية للمرأة في السعودية بالقيادة قيادة السيارة هل ممكن نفصل ده عن تبني مجلس الشورى السعودي للقرار اللي بيجيز للمرأة أن هي تصدر فتوى شرعية ده بعد عقود طويلة جدا 80 سنة فقط من حكم آل سعود لم يكن للمرأة أي حق في التعامل مع الفتاوى المتعلقة بشأنها أو مع النساء ولكن كانت المرأة تسأل الرجل من خلف الستار باستخدام الوسائل الحديثة هل نستطيع أن نفصل هذه الشجاعة وهذه القدرة من التعامل مع طيار ربما صنف البشر بطريقة ما علشان نشوف أن النهاردة يعني ولي العهد بكل هذا الحضور الجديد بتحديث المملكة يبقى موجود ما بين المشيخة هذه صوت الإسلام وما بين الكاتدرائية الاعتراف بالمسيحية بهذه الطريقة ونتعامل معها بوصفها الدين مش بوصفه آخر مش موجود؟